حياكم الله مشاهدين من جديد تشهد التجارة الرقمية ازدهارا كبيرا في الدولة مما جعلها تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال في نسبة استخدام المنصات الاجتماعية والمواقع الإكترونية هذا الواقع أكده المشاركون في مؤتمر عرب نت والذي استضافت دولة الكويت نسخته الثانية الأسبوع الماضي وشارك فيها مستثمرون ومؤسس شركات عاملة في المجال الرقمي وقد ساهمت تطبيقات كثيرة في مختلف المجالات الصحية والتربوية والترفيهية والغذائية في زيادة حجم سوق التجارة الإلكترونية في الكويت حيث تصنف الكويت ضمن أعلى معدلات انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عالميا بالنسبة تصل إلى 96% من بين السكان وهو ما حول إلى متاجر متنقلة حول هذه المواقع حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور صلاح الفضلي الأكاديمي المختص في مجال نظم المعلومات هياك الله دكتور صلاح منورنا في العالم هذا الصباح يعني مثل ما قلت في المقدمة الكويت تعد من أوائل الدول عالميا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة قد تكون صادمة لدى الكثير فما دلالات هذه الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا بالنسبة لي غير صادمة لأن أنا متابع وسائل التواصل الاجتماعي فمن عدة سنوات الكويت تحتل قمة الهرم في وسائل التواصل الاجتماعي الإحصائية التي ذكرتها صحيحة 96% من مجمل وسائل التواصل الاجتماعي نتكلم مثلا عن وسائل التواصل الاجتماعي تشمل واتساب والتويتر والفيسبوك والانستغرام وغيرها فنعم الكويت من أعلى المعدلات في العالم ويمكن حتى في التويتر هي ربما تكون الأعلى بنسبة 85% يعني عندنا ما يقرب من 800 ألف مغرد في الكويت وهي تقريبا الوسيلة الأنشط والأكثر تأثيرا في القضايا خاصة القضايا السياسية والاجتماعية فهذه لها دلالات أن بالفعل الشعب الكويتي شعب حيوي والشباب الكويتي يعني في مجالات أخرى حتى غير الذكرتي في التجارة الإلكترونية هذا جدا مؤثر وكثير منهم الآن عندهم مواقع ونسبة الشراء من هذه المواقع جدا كبيرة فهي يعني عادة الشباب الكويتي يتلمس هذه المجالات وبالفعل يكون لها نشاط كبير ومؤثر جدا نعم طيب نسبة 96% رقم صراحة كبير قد يقلق من البعض خاصة أن البعض يعتقد ويؤمن بأن مواع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فما رأيك في هذا العنوان هو كلام صحيح يعني بس هو السؤال أنها كيف نتعامل مع هذا الواقع هل الحل أن نمنع عياننا أو شبابنا من الدخول هذا أمر غير واقعي السؤال أنها كيف نحاول أن نوجههم إلى الطريقة المفيدة يعني نعم هناك مخاطر خاصة مخاطر قانونية يعني كثير للأسف من الشباب الآن عليهم قضايا جنائية بسبب التواصل الاجتماعي ويمكن نيابة الإعلام الآن عندها آلاف القضايا بسبب أن طبيعة هذه الوسائل فورية فيمكن يكون في حالة غضب ويكتب شيء وبعدين يتحسف عليه أو أنه ما يحسي الحساب أنه شنو اللي قاعد يقوله فالتوعية والرقابة والتوجيه هي الوسيلة الأفضل بدل ما نقول لهم أن لا تستخدمونه لأن هذا حل غير واقي لكل عالم قاعد يستخدمه فإحنا فقط نحاول أن نوجههم شنو ما هو مسموح وما هو غير مسموح وما هو مفيد وغير مفيد يعني هناك أشياء كثيرة مفيدة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي فبدل من أن نمنعهم يجب فقط أن نوعيهم أنه شلون تستفيد من هذه الوسائل دون أن تقع في المحذورات نعم يمكن أحيانا الدكتور أن توجيه الأباء والأمهات لأبنائهم قد أحيانا لا يجدي قد يلجأ البعض لي مثلا إشراكهم في دورات مثل حضرتك تقوم بإعداد دورات تعلم فيها الشباب أو حتى الراغبين لأن الحين مجال دخول التواصل الاجتماعي ما صار منحصر على الشباب أصبح الكل فكلمنا عن طبيعة هذه الدورات التي تقيمها دكتور صلاح يعني أنا الدورات يعني أي واحد في الوسائل التواصل الاجتماعي يحب يكون مشهور أو هذه طبيعة بشرية فالسؤال أنه شون أصير مشهور يعني ممكن تشتهر بوسائل غير سليمة أنه يكون تستخدم كلمات جارحة تتهجم على الناس فالسؤال أنه شون أكون مشهور ولكن بطريقها سليمة أولا لازم تركز على واحدة من الوسائل التواصل يعني عندنا عدة وسائل التواصل فاللي يريد أن يكون مثلا مؤثر يجب أن يركز على وسيلة واحدة النقطة الثانية يجب أن يكون متميز يركز على موضوع واحد ما يعني وسيلة واحدة يعني؟ ما يجب أن يكون مشهور في أكثر من وسيلة؟ تقدر بس أنت تشتت جهدك مثلا أنا بالتويتر ما يمكن أن يكون في التويتر مؤثر وفي الفيسبوك وفي الإنستغرام وفي السناب شات فأركز على وسيلة واحدة ولذلك نلاقي أن مشاهير السوشيال ميديا هم دائما ركزون في واحدة من الوسائل واحد يكون في السناب شات واحد في الإنستغرام واحد في التويتر هذه الطريقة الطريقة الثالثة أنت لازم تشوف شنو المستقبل اللي هم المتابين شنو يبون فأنت لازم تكون تتعب على هالشغلة لازم تشوف أن المشاهير هذا شنو قاعد يقدم إما مثلا يكون ضريف وعنده فكاهة فإذا عندك هالميزة تركز عليه بعضهم يكون عنده معلومات عن التكنولوجيا الناس تابعة لأجل هالشغلة في بعضهم لا مؤثر سياسيا يكون لها عنده نوع من التحليل بعضهم عنده معلومات أصبح التخصص فإذا أنت لازم عشان تكون مؤثر ولازم أن يكون عندك مصداقية يعني الخبر أو المعلومة التي تنقلها يجب أن يكون دقيق لأن المصداقية أهم شيء في هذه المجالات ويمكن المصداقية هي التي تخلي نوع من الثقة طبعا لأن أنت إذا ما عندك ثقة أو ما عندك مصداقية في المعلومات تابعك الناس لكن المجرد أنها مثلا معلومة خطأ تهتزم الصداقيتك تفقد كثير من التأثير وتتناول خلال الدورات التي تقيمها دكتورس ستتناول مثل هذه الأمور هو هذا لأن أنت نقدم مجموعة نصائح وكيف تكتب مثلا أنت تكتب في الفيسبوك لها طريقة تكتب في التويتر لها طريقة في السناب شات لها طريقة في التأثير توصيل الفكرة فكل واحدة لها خصوصيتها فنحن نقدم الأشياء التي هي البارزة والعناصر التي تكون مؤثرة في الجمهور سؤال الأخير دكتور صلاح ما هي أكثر الفئات العمرية التي تقبل على مثل هذه المجرد؟ هي الفئات الشبابية أكيد المتابعين من كل الفئات لكن المؤثرين عادة أغلب المؤثرين تجدهم من فئة الشباب لأنهم حيويين يتابع الموضوع يعني عندنا نسبة التويتر اللي يتابعون يوميا أو يشاركون يوميا ويقرؤون يوميا 34 في الامية فمعناها أن أنت لازم تكون متابع لهذا وأكثر اللي يتابعون هم للشباب يعني أنا في دراسة سويناها أن الفترة اللي يقضيها المتابعين لتويتر أو بشكل عامل وسائل التواصل توصل إلى أربع ساعات يوميا إذا مو أكثر بعضها يوصل إلى 12 ساعة يوميا فمعناها أن فئة الشباب هي الأقدر وهي الأكثر قبالا على مثل هذه الدولة طب دكتور صلاح إذا قلت لك رتب لي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت في الكويت يعني حسب كانت قبل أشهر أو السنتين الماضيتين والسنوات الأربعة لتويتر لكن حسب آخر دراسة السناب هو اللي يعني كسر السوق وبعدين يهي بعد التويتر بعدين يهي الإنستغرام والأخير اللي هو الفيسبوك نعم نعم إذن دكتور صلاح الفضلي الأكاديمي والمختص في مجال نظوم المعلومات كل شكر لوجودك معنا حياة الله روزا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر